اهلا احبانا مشاهدينا في كل مكان كنت عن بفكر في موضوع كتير كتير مهم ولسيما وانا بتصفح عبر الفيسبوك او صفحات الفيسبوك وعم بشوف في انتقادات كثيرة مش مش علي انا بتكلم بشكل عام ولاحظت انه في انتقاد على تلت نوعيات من الناس فانا راح اتكلم بشكل مختصر مفيد عن هذا الامور وسميت الموضوع اتعهد ان لا تنتقد تلت نوعيات من الناس اولا اتعهد يعني كلمة اتعهد انك بتحط نفسك تحت التزام التزام ادبي وانك تحقق هذا الالتزام فالتعهد يعني هي من كلمة عهد وهي الكلمة طبعا ان شاء الله في مرات اخرى بنشرح عن فكرة العهد بس التعهد انت بتحط نفسك تحت التزام ادبي كتير كتير مهم وهذا الالتزام لا يكسر واذا كسرت هذا الالتزام هذا بعبر عن هويتك وعن كينونتك شو نوعيتك شو كشخص مين انت فاتعهد اولا ان لا تنتقد كنيسة الرب بصراحة عم بشوف كتير كتير انتقادات في هذه الايام على الكنيسة بغض النظر ضعيفة قوية بغض النظر شو الخلفية تبعة الكنيسة طبعا احنا ضد البدع والهرتقات وضد كل تعليم ورياح تعليم خطأ لكن انا بتكلم على الكنيسة المفدية بدم يسوع المسيح فاتعهد لا تنتقد كنيسة الرب فالكنيسة هي جسد المسيح تخيل انت لما انت بتقتنع انه الكنيسة هي اعضاء وهي جسد يسوع المسيح اذا بتتذكر لما شاول الترصوصي كان بيتطهد كنيسة الرب وعندما تقابل يسوع المقام من الاموات مع شاول الترصوصي قال له لماذا تتطهدني هو بالحقيقة كان بيتطهد جسد الرب فاذا الكنيسة هي جسد الرب جسد المسيح وهي جماعة المؤمنين اللي افتداهم المسيح بدمه ودفع فيهم ثمن باهز غالي جدا لخلاصهم فمن فضلك لا تنتقد كنيسة الرب شيء تاني اتعهد ان لا تهين خدام الرب وبهاي الايام ما اكثرها ما اكثر الناس اللي عم بتهين خدام الرب ولأي سبب ولأي موضوع ممكن يشرح ممكن يتكلم ممكن يسيء ممكن حتى يبث يعني كلام مش بمحله تجاه خدام الرب فتعهد انك ماتهين ولا تنتقد خدام الرب فالكتاب يتكلم عن خدام الرب انهم ملائكته وايضا هم مسحاء الرب يعني ممسوحين من الرب وانه الرب هو اللي دعا الخدام فباختصار اذا في عندك اي شيء ضد خادم خلاص اتركه للرب الرب هو اللي بيعرف كل شيء فقط انت صلي من اجل هذا المضوع شيء ثالث اتعهد اللي تنتقد السلطات الحاكمة وبرضو ما اكثرها في هذه الايام لا تنتقد فهي السلطات هي معينة من الرب وهي مرتبة من عند الرب وهي معينة لتتميم مقاصد الله بغض النظر اشرار ولا ابرار حبناهم او ما حبناهم هم عم بتمموا مقاصد الله فبدل ما تنتقدهم جرب انك تصلي من اجلهم فباختصار انا قلت لا تنتقد كنيست الرب ولا تنتقد خدام الرب ولا تنتقد الحكام او السلطات الحاكمة فهي ايضا من قبل الرب طيب انا شو ممكن اتعهد يمكن بتسأل اولا اتعهد انك تصلي لكل من حولك صلي من اجل السلطة صلي من اجل العائلة صلي من اجل الكنيسة صلي من اجل خلاص النفوس صلي انه معرفة مجد الله تملأ الارض صلي انه الرب يفتح العيون وينير الاذهان حتى صلي من اجل الذين يسيئون اليك ايضا ثم شيء تاني اتعهد انك تربح نفس واحدة على الاقل في السنة تخيل معي كل اللي بيشاهدوني اذا انت صممت اليوم وتقول بنعمة الرب بمعونة الروح القدس انا عاوز اربح نفس واحدة هاي السنة بين يناير الى ديسمبر في عندك 12 شهر امامك انك ولو تربح نفس واحدة فتخيل انت كم العدد رح يكون في العالم اذا كل شخص صمم انه يربح نفس هذه السنة طبعا في ناس الله دعاهم ان يربحوا اكثر من نفس ولكن حط نص بقعنيك وتصلي وتعهد انك ما تهدى ولا تسكت هاي السنة الا ما تربح نفس للرب شئ ثالث اتعهد انك تكون صورة المسيح على الارض اتذكر ان احنا لازم نكون شهادة حسنة سيرة حسنة بالكلام والتصرف بالسلوك ايضا ومثل ما بيقول الكتاب المقدس ليكن كلامكم كل حين بنعمة لانك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان فهي دعوة للاجابية دعوة انه فعلا بدل ما تنتقد تبني بدل ما تسيء صلي بدل ما تهدم ابني بدل ما يكون قلبك مليان ضغين وكرهية خليه امتلئ بالحب والغفران والمسامحة كون يد في مساعدة المجتمع كون اسعاف في هذا العالم كون بركة لهذا العالم خلي كلامك دايما فيه بنيان لا تقلل من اهمية الشخص ولا تهين ولا تزدار باي شخص فتذكر انه كل انسان بغض النظر شو خلفيته كل انسان مخلوق على صورة الله ومثاله الصورة الادبية والصورة الروحية فاحنا خلينا نكون صورة الرب على هذا الارض صوت الرب للمجتمع ونشر رسالة الحق ونكون نور لهذا العالم وملح للارض والرب يباركك اذا الرب باركك اعمل شير حتى تكون بركة لاخرين ربنا يكون معك اشتركوا في القناة